ايه الاخبار يا داس يا حلوة واهلا بيكوا في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة رمضانيات مبرمج الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن الشاتج بتي بس سريه بقى مش فورزة للفيديو اللي فات ان الشاتج بتي بشكل عام او الاي اي 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 بدأ يساعدني ان اعمل اي او بدأ يحسن من حاجات ايه في حياتي وبدأ تستعين بيه في حاجات شكلها ايه يعني هو مش هيضمر وظائف البرمجة او الوظائف القصة بيه او الشغل بتاعي لكن بيسهل علي وبيحسن من ادائي بشكل عام قالينا كده نستعرض ايه هي الحاجات اللي بستعين بيها بي ال اي اي وشها جي بتي وخلونا نبدأ بقى واهلا بكوا فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مدور مواقع اول حاجة كده ملاحزتش من 3 ا 4 فيديوهات ان الصوت تغير ان فيه تحسن او فيه تغير في وضوح ونقاء الصوت اللي عمل الكلام ده هو الاي وي يعني مش ان انا اتعلمت حاجة احدث او كده لا ده زكاة الصناعة هو اللي اتعلم ان هو يزبط لي الصوت احسن واحسن تاني حاجة لاحزتها او الصورة المصغيرة تحس ان بقى فيها لعمعة زيادة وكلام بقى متماسق اكتر والانوان والحاجات دي كلها ده برضو الاي اي اي ساعدني في الموضوع ده ويساعدني ان انا اصمم حاجات شكلها احسن بكتير مش عمل التصميم بالكامل على فكرة يعني النقطة الابداعية هو يفتكر لها زي ما انا دايما بقول لكن هو بيساعدك تطلع افضل ما عندك باقل امكانيات ممكنها تالت حاجة وصف الفيديو برضو الاي اي هو اللي بيساعدني ان اكتب وصف فيديو متناسك وما فيوش كلمات مفتاحية تكون مثلا زايدة شوية عشان تدمر الفيديو والكلام ده كله فالزاكاء صناعة يساعدني في كتابة الوصف وبعض من سكريبت الفيديو اللي انا بكلمك فيه او يعني بعض السكريبتات بشكل عام في الفيديوهات فدي الحاجة التالتة استعمت بالاي اي اي فيها طبعا من غير الاي اي مكواجي يعني كنت حبز المجهود اكبر بكتير عشان نعمل الحاجات دي رابع حاجة او رابع استخدام استخدمته للاي اي اي طبعا بجانب البرمجة لو في حاجة او حتة في كود انا مش عارفها اوي او كده طبعا مش في الارفل لكن لو مثلا في شتى لينكينج بايسون انا يعني مش تقيل او في بايسون او كده يعني عارفها معرفة مش كبيرة اوي فبالتالي مش هعرف لو اتعرض علي مشروع في بايسون ان انا احل المشكلة لكن بالتالي طبعا بدخل المشكلة على و هو بيبدأ يرد علي بالكود المناسب بس بيكون دايما زي ما قلتك مفتكر حتى ابداعية شوية او شكت انك تربطها مثلا ببعض ازاي فانت بس بتاخد منه الكود ده ده المطور تبحث على وجوجل وتشوف فيه ايرورز وباقز والحاجات دي كلها انت بتاخد الكود مرة واحدة و بتكمل عليه بقى بنظرتك الابداعية او نظرتك فيه البروبلم سولفنج و هي ده اللي هتفضل تفرق المبرمجة عن الكود او اللي هو الاي اي اي انك تفهم الكلام ده او تقدر تحلل انت الحاجة اللي هو الدهالك بتقدر تطلع كود اكتر كفاءة وافضل بكتير وبلغات برمجة كتير حتى لو ما عندكش خلفية عنها وهو ده اللي عايزك تفهمه من انك ازاي تستغل الشات دي بيتي مش ان هو يقضي عليك طب ما انا كم ممكن اقول كصانع مفتوى انه هو حيامل كل حاجة و كمان ممكن على فكرة اي 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 مختلف ادي له بس وشي وهو يعمل فيديو كامل يبقى خلاص انا ما ليش لازم او كده لكن اي 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 انا استغلته انه هو يسعدني ويخليني اطلع افضل جودة او يعني حسن من اداء نفسي سواء في المرمجة سواء في صناعة المحتوى فهو ده الدرس المستفاد من فيديو النهاردة وهو ده اللي عايزك تفهمه من اه فيديو النهاردة وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهاردة باختصار كده يا فيديو لازيز جميل اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبك تنديني احلى لايك و متنساش شوف الحلقات والحكاة تول كورسات اللي فات وتستنى الحلقات والحكاة تول كورسات اللي جاة وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة